الإنسان الآلي الأكثر تقدما في العالم يؤكد أنه من غير المرجح أن تتحول الانطباعات المستوحات من أفلام الخيال العلمي إلى حقيقة واقعية أطمئن روبرت إيمغا البشرية قائلا لن نسيطر على الروباتات على العالم أبدا فلا داعي للقلق مشيرا إلى أنه الروباتات موجودة فقط لمساعدة وخدمة البشر ولن تحل بديلا لهم بحسب ما نشرته ديلي ميل البريطانية حلو التطور هذا لكن نرجع إلى خدمة البشر والزوج والزوجة الأخ والأخو حلو هو التطور والمساعدة حلو يا ثامر أكيد مع تطور العلم والتكنولوجيا وظهرت الكثير من الأجهزة أنه في عالمنا لكن أنه يدخل اليوم لروبرت لمساعدة المرأة في المنزل لا أكثر شيء مرأة بصراحة نحن يمكن اليوم أن المرأة العراقية رح تكيف على هذا الترتاح على هذا الخبر بصراحة ينفجر من أول يوم بضع لأننا نشوف بالفترة الأخيرة صارت المسؤوليات علينا كل شيء هواية نعم بصراحة لأن كل شيء أحب أسويان بنفسي يعني دائما حلو أحس يعني أنه أنا البيت تنظف على إيدي الأطفال يعني أنت ضد هذه التقانية أو التطور لي خاصة التدخل حلوة بس ربما بغير مشروع يعني حلو وأكيد يا ثامر مكملين أصحاب الابتسامة الدائمة هم الأكثر حزنة يحكم الناس على الآخرين من خلال مظهر وتصرفاتهم الخارجية لذلك يعتقدون أن أصحاب الوجه البشوش والابتسامة هم الأكثر سعادة والأكثر حطن بينما من الممكن أن يكون الظاهر يعكس صورا مخالفة تماما للواقع أو لداخل الفرد حيث أثبتت الدراسات العلمية المتخصصة أو المختصة في الطب النفسي وتحليل الشخصيات إن معظم الأفراد الذين يتسمون بوجه دائم الابتسامة ولا يشكون كثيرا من مشاكل الحياة هم الذين أكثر حزنة يا ثامر بعد ما نبتسم أحنا أوه فعلا هذا الشيء يعني شوفين دائما الشخص اللي نبتسم دائما واللي بشوش واللي ينكت ودمها هل تحسين وراء أو إذا تتعمقين بشخصيته تشوفين وراء حزن وهموم إجبال شايل على كدفة بالضبط أحنا نتمنى دائما الخير والسعادة لجميع العراقيين وينما كانوا لأنهم شوفوا إذا قد ما إحنا مرينا بظروف كل شيء هواية بالعراق أو حتى أنه ممكن خارج العراق اللي عايشين خارج العراق لكن إحنا دائما نشوف العراقي حتى العراقيين ودائما متسمة دائما الوجه بشوش ما تحلم للابتسامة بضبط وأيضا الابتسامة بوجه أخيك صدقة طبعا أكيد داخلهم حزن فرب العالمي إن شاء الله يبعد أن هذا حزن أكيد يا همس وأكيد يا مشاهدين نحن مستمرين لكم بفقرة ومضات الروح للرجال يتعرضون للتغيرات في أدمغتهم في أدمغتهم عفوا مثل النساء بعد إنجاب الطفل الأول كشفت دراسة جديدة إن الرجال يتعرضون للتغيرات في بنية أدمغتهم مثل النساء بعد إنجاب الطفل الأول إذ وجد الباحثون في معهد كارلوس الثالث للصحة في إسبانيا إن الآباء للمرة الأولى يفقدون 8% من حجم قشرة الدماغ بعد ولادة الطفل الأول بالرغم من أن السبب وراء هذه التغيرات ليس واضحا إلا أن الباحثين يؤكدون أن هذا التغيرات يسهل على الآباء التواصل مع أطفالهم الجدد يعني يا سامر هسا إحنا فتهمنا لكل مرأسر حامل وتتوتر وتغيرات هرمونية دراسة غريبة صراحة أنتوا شكوا أنتوا شكوا ليش؟ ماروك يعني سبحان الله والموضوع يعني مقتصر على الدماغ فعلا أنتوا تغير هرموناتكم بس لسبب واحد ليس لأنه تحسون بهذه المسؤولية وتصعب عليكم بس لأن الطفل يعني يبتشي أو وكح أو يبتشي لا لا بعده بلا أشهر نحن نحكي الأشهر الأولى فتبتي تغير هرموناتكم بس أكبر جار يساعدون زوجاتهم بالتربية وحتي بخدمة الطفل مو؟ أنا أقول نكمل إذن مشاهدين طرق استخدام العسل للحصول على بشرة متوهجة غالبا ما يتواجد العسل في العديد من المنتجات التجميل نظرا لقدرتها على منحك توهجا أو طبيعيا حيث يمكن استخدام الليمون لإحتوائه على فيتامين سي وحمط الستريك الذي يحسن صحة الجلد عندما يقترم بالعسل فإن كل من المكونين يعملان على العجائب للبشرة خذي ملعقة كبيرة من العصر الليمون والعسل لكل منهما أخلط الاثنين جيدا للحصول على خليط ناعم ضعي هذا الخليط على وجهك وتركي العجينة لمدة 20 دقيقة أخسلي وجهك بالماء الدافئ ونظفي وجهك بشكل صحي كرري هذه العملية مرة أخرى في الأسبوع حل اليوم يا ثامر هذه الخلطات الطبيعية بالبيت لأن تعرف أن بعض المرأة العراقية ربما أنه دخل محدود أو نقدر نقول عنجز أو ما عندها وقت أنه تروح للمراكز يعني بالرغم أن المراكز جدا مستحمة وتعرف أنه وراءها راجعة للبيت فحلو هذه الطريقة اليوم نسويها بالبيت كذلك العسل هو متواجد في كل المطابق أو البيوت العراقية فهذه الخلطات مثل ما ذكرت هي همثة أنه حلوة ومفيدة حتى نعم ما كانت بها فائدة ما رحضر لا طبعا أكيد والعسل هو حلو بالأكل أو بالبشرة بالتالي هي طريقة طبيعية بالبيت أكيد يا همثة ومثل ما عرفتوا هنا حتينا على العسل الروحلي فوائد وأضرار عملية حقن الشفايف بالبلازمة لعملية حقن الشفايف بالبلازمة فوائد عدة من أبرزها أنها لا تحتاج إلى تخدير كونها إجراء غير جراحي كما أنها تمنح الشفاة امتلاء وحجما مع الحفاظ على مظهرها الطبيعي ليس هذا فحسب بل أنها تعيد إلى شفاة ألوانها الوردي النظر والمشرق ولمعها ملمسة ناعما كالحرير رغم فوائد عملية حقن الشفايف بالبلازمة المتعددة إلا أنها بعض الأضرار نذكر أبرزها الجلطة الدموية تغير لون الجلد والألم وعدوى الردود الأفعال التحسسية وما يحتم علينا زيارة الطبيب من جديد نعم يا ثامر وأيضا إذا شعرت باختراق هاتفك تعرف على خطوتين يجب القيام بهما أكد الخبير التقني ومدير شركة IT Receiver بافل أن الهاتف أو الجهاز الذكي عندما يتعرض للاختراق أو الفيروسات الألكترونية يفضل أن يقوم المستخدم بعملية إعادة ضبط المطنع له وبعدها يجب تزويد الجهاز ببرنامج متطور للحماية من الفيروسات وللوقاية من خطر الاختراق أيضا يجب تجنب استخدام شبكات الواي فاي العامة أو الغير آمنة ويفضل أن يستعمل المستخدم برنامج VBN للتشغيل الآمن عند الاتصال بمثل هذه الشبكات حلو هذا الشيء طبعا حالي التطورات اللي بيع عالم التكنولوجيا خصوصا بالموبايلات كنون إحنا من المستخدمين والمستهلكين لهذه الأجهزة لكن إلها آثار سلبية فعلا دائما إحنا نشاهد اختراق الهواتف أو الفيس ومواقع التواصل الاجتماعي فحلو أنه اليوم نستخدم إعادة ضبط المصنع وأيضا من استخدم الواي فاي فحلو هالمعلومات تمام يا همسو أيضا يا مشاهدين أكيد إحنا مكملين وياكم فقراتنا من نسمات زاكروز خلونا نروح لفاصل راجعي